الأصحاح التاسع وبينما هو في الطريق رأى أعمى منذ مولده فسأله تلاميذه يا معلم من أخطأ؟ أهذا الرجل أم والده حتى أولد أعمى؟ فأجاب يسوع لا هذا الرجل أخطأ ولا والده ولكنه ولد أعمى حتى تظهر قدرة الله وهي تعمل فيه علينا ما دام النهار أن نعمل أعمال الذي أرسلني فمتى جاء الليل لا يقدر أحد أن يعمل أنا نور العالم ما دمت في العالم قال هذا وبصق في التراب وجبل من ريقه طينا ووضعه على عيني الأعمى وقال له اذهب واغتسل في بركة سلوام أي الرسول فذهب واغتسل فأبصر فتساءل الجيران والذين عرفوه شحاذا من قبل أما هو الذي كان يقعد ليستعطي؟ وقال غيرهم هذا هو وقال آخرون لا بل يشبهه وكان الرجل نفسه يقول أنا هو فقال له وكيف انفتحت عينك؟ فأجاب هذا الذي اسمه يسوع جبل طينا ووضعه على عينيه وقال لي اذهب واغتسل في بركة سلوام فذهبت واغتسلت فأبصرت فقال له أين هو؟ قال لا أعرف فأخذ الرجل الذي كان أعمى إلى الفرسيين وكان اليوم الذي جبل فيه يسوع الطين وفتح عيني الأعمى يوم السبت فسأل الفرسيون وأيضا للأعمى أنت تقول إنه فتح عينيك فما رأيك فيه؟ فأجاب إنه نبي فما صدق اليهود أن الرجل كان أعمى فأبصر فاستدعوا والديه وسألوهما أهذا هو ابنكما الذي ولد أعمى كما تقولان؟ فكيف يبصر الآن؟ فأجاب والداه نحن نعرف أن هذا ابننا وأنه ولد أعمى أما كيف يبصر الآن؟ فلا نعلم ولا نعرف من فتح عينيه اسألوه وهو يجيبكم عن نفسه لأنه بلغ سن الرشد قال والداه هذا لخوفهما من اليهود لأن هؤلاء اتفقوا على أن يطردوا من المجمع كل من يعترف بأن يسوع هو المسيح فلذلك قال والداه اسألوه لأنه بلغ سن الرشد وعاد الفريسيون فدعوا الرجل الذي كان أعمى وقالوا له مجد الله نحن نعرف أن هذا الرجل خاطئ فأجاب أنا لا أعرف إن كان خاطئا ولكني أعرف أني كنت أعمى والآن أبصر فقالوا له ماذا عمل لك؟ وكيف فتح عينيك؟ أجابهم قلت لكم وما سمعتم لي فلماذا تريدون أن تسمع مرة ثانية؟ أتريدون أنتم أيضا أن تصيروا من تلاميذه؟ فشتموه وقالوا له أنت تلميذه أما نحن فتلاميذ موسى نحن نعرف أن الله كلم موسى أما هذا فلنعرف من أين هو فأجابهم الرجل عجبا كيف يفتح عينيك؟ ولا تعرفون من أين هو نحن نعلم أن الله لا يستجيب للخاطئين بل لمن يخافه ويعمل بمشيئته وما سمع أحد يوما أن إنسانا فتح عيني مولود أعمى ولولا أن هذا الرجل من الله لما قادر أن يعمل شيئا فقالوا له أتعلمنا وأنت كلك مولود في الخطيئة؟ وطردوه من المجمع فسمع يسوع أنهم طردوه فقال له عندما لقيه أتؤمن أنت بابن الإنسان؟ أجاب ومن هو يا سيدي؟ فأؤمن به فقال له يسوع أنت رأيته وهو الذي يكلمك قال آمنت يا سيدي وسجد له فقال يسوع جئت إلى هذا العالم للدينونة حتى يبصر الذين لا يبصرون ويعمل الذين يبصرون فسمعه بعض الحاضرين من الفريسيين فقالوا له أعميان نحن أيضا؟ أجابهم يسوع لو كنتم عميانا لما كان عليكم خطيئة ولكن ما دمتم تقولون إننا نبصر فخطيئتكم باقية فخطيئتكم باقية فخطيئتكم باقية فخطيئتكم باقية فخطيئتكم باقية فخطيئتكم باقية